تصوير المقطع للصدر جهاز التصوير المقطع يستخدم الأشعات السينية للحصول على صور متعددة للمناطق التي يريد الطبيب فحصها وبمجرد أن يبدأ الفحص ستتحرك الطاولة داخل الجهاز وسيقوم الجهاز بالدوران حولك للحصول على الصور لإجراء هذا الفحص عليك اتباع التحضيرات اللازمة أخبر طبيبك أو فن الأشع عن أي حالة طبية تعاني منها كضبط الدم، السكري، الحساسية، ومرض الكلا وإذا كنت حاملا أو هناك أي احتمال للحمل عليك إبلاغ فن الأشع بذلك قد يطلب منك القيام ببعض الفحوصات المخبرية قبل إجراء الفحص حيث أن هذه الفحوصات المخبرية ستظهر وظائف الكلا قبل إجراء الفحص بليلة قد يطلب منك عدم تناول الطعام أو الشراب لأربع إلى ثمان ساعات وهذا سيمنع القي أثناء الفحص وقد يطلب منك تفريغ المثان قبل بدء الفحص بحيث أنك لن تحتاج للتحارك أثناء الفحص في حال استخدام الصبغة الملونة الصبغة الملونة عبارة عن مادة تستخدم لتحديد الأوعية الدموية وأنسجة الجسم وذلك عن طريق حقنها في الوريد قبل بدء الفحص قد يطلب منك ارتداء ثوب خاص بالمستشفى فإزالة المجوهرات والنظارات ودبابيس الشعب وسيطلب من النساء إزالة حمالات الصدر التي تحتوي على كليبات معدنية سوف يطلب منك الاستلقاء على طاولة الفحص والبقاء عليها دون تحرك لأن ذلك قد يؤدي إلى إنتاج صورة غير واضحة وقد تضطر إلى تكرار الفحص وبعد الاستلقاء سيقوم فن الأشعة بوضع ذراعك فوق رأسك وسيكون جسمك مثبتا باستخدام الحزام المخصص إذا لزم الأمر سوف تغطى الصبغة الملونة عن طريق الحقن بالوريد من خلال ذراعك إذا تم استخدام الصبغة الملونة قد تشعر بإحساس دافئ وطعم معدني في الفن هذا شعور طبيعي يزول بعد دقائق من حقن الصبغة الملونة خلال الفحص سيقوم فن الأشعة بمراقبتك من خلال النافذة الزجاجية لضمان سلامتك ولن يستمر الفحص أكثر من بضع دقائق بالإضافة إلى أنه غير مؤلم حيث أنك ستقوم قادرا على مواصلة مهامك اليومية بعد الفحص قم بشرب كمية كافية من السوائل للمساعدة في التخلص من المادة الملونة من جسمك لا توجد أي مضاعفات ناتج عن التصوير الإشعاعي للصدر ولكن في حالة تلقي جرعات كبيرة من الأشعة ستكون هناك فرصة نادرة لزيادة احتمالية حدوث السرطان الإشعاع والصبغة الملونة كلاهما لا يمكن استخدامهما للمرأة الحامل إلا إذا قرر الطبيب ضرورة إجراء هذا الفحص يمكن للمادة الملونة أن تسبب آثارا جانبية مثل الغثيان الشعور بالتقيع، الدوخة أو الطفح الجلدي في حالة حدود أي من هذه المضاعفات سيقوم فن الأشعة بالتوقف عن حقن الصبغة الملونة وإبلاغ الطبيب وممرضة الأشعة ترجمة نانسي قنقر